اللهم أبعد من يتكلم عني بالسوء ومن يكره أن يرى سعادتي أستودعتك يا الله نفسي من ذل الحياة ومن كبرياء النفس ومن ضجيج التفكير ومن عين حاسد ومن قلب حاقد وصداقة منافقة وحب كاذب اللهم إن ضلت نفسي طريقها فردها إلى طريقك رد جميل اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إزايكم وعملين إيه وحشتوني من الفيديو اللي فات لو أول مرة تشفي القناة يلا بقى نزي بسرعة شترك فيها وفعلي زر الجرس ودوس على كلمة الكل وكمان حطوا لايك للفيديو ده عايز رايقات كتير 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 بصوا بقى النهاردة طبعا روتين يوم الجمعة بس مش تنظفات بس لأ إحنا باللمي الحاجة اللي إحنا عملناها مبارح أنا مبارح عملت معاكم كده بنفسي آآ عشان الناس اللي أول مرة تشوفني ده أنت كده غيرت حاجات كده في الريسبشن كان فيه لون حاسي رحت مغيرها خالص خليته أبيض في فضي بصراحة فرق جدا واسع معايا المكان جدا جدا آآ أنا أولا كده عايز أشكركم على كل كلامكم اللي إنت تكتبوهولي وكل دعائكم ربنا يخليكم ليا ويدمكم في حياتي يا رب هنا بقى بشيل كل حاجة بفضي كده الركنة وبشيل كل حاجة من عليها أي كوشنز بشيلها بقى في مكان تاني وببدأ إن أنا نفضها كده بالمقاشة دي حلوة جدا أتربة بقى عليها أي فتفيد بقى الولاد موقعين حاجة بصراحة حلوة أحسن وأفضل من التنفيذ تبصوا بقى الجزء ده أي حاجة بنفضها بالطريقة دي بكنوسها يعني آآ دي بكام خمسة وعشرين جنيه عند أي حد بتاع منظفات طبعا عايز أقول لكم إن النهاردة طبعا يوم الجمعة الجمعة مباركة علينا جميعا يا رب وعلى أسرك وعلى كل حد بيسمعني آآ طبعا لازم تقومي بدري في يومك عموما يوم الجمعة بقى يعني ممكن تصحي الساعة تمانية زي كل يوم يعني آآ طبعا هتصحي هتقولي الورد بتاعك الطبيعي وهتزودي عليه يوم الجمعة سورة الكهف طبعا نور بين الجمعتين ربنا يتقبل منا ومنكم يا رب اللهم أمين لو انت جسة ما قرتيس سورة الكهف قومي بسرعة كرأيها قبل ما تنشاغلي في مبخ في ولاد في أي حاجة مذاكرة في دروس حاولي ان انت تخلصي بسرعة بسرعة هنا بقى كنت بشيل كان فيه نفط كده كنت بشيله وبكنوس كده الارض محبتش ان انا شغل مكنسة خالص وعايزة بقى اتكلم معيكو في كزا حاجة ان آآ مفيش حاجة بعيدة عن ربنا ابدا ابدا كل حاجة بتيجي فوقتها لو في حاجة مسلا تأخرت عليكي شوية حمل آآ نفسك في خلفة مسلا ربنا يرزقك ببنوتة بولد مفيش حاجة بعيدة عن ربنا هو ربنا بيدينا كل حاجة في الوقت المناسب صدقوني والله آآ هنا طبعا انا بمسح بكلور ما هي بكلور دي حاجة كده تعقيم وتنظيف آآ سألتوني كتير يا سارة الشرشوبة دي حلوة معاكي اوه حلوة جدا بصراحة بتلم آآ وبتلم مع يعني حلوة ما شاء الله هتوها لو انت فعلا بتسألي عليها وعايزة جبيها لأ هي كويس عملية يعني وباجي في يوم كده آآ قبل ما اعمل آآ دورة الغسالة بدورة خل بعمل ايه بقى باخد كل الكتعة اللي انا بستخدمها في المبخ والمساحة واي حاجة هقمشة آآ للنظافة بحطها كده في برو جرام لوحده وآآ دي بتكون اخر حاجة وبعد كده بعمل لها طبعا دورة الايه الخل هنا بقى زقيت كده البوف كده مكانه بس كنت حريسة جدا عشان الحيطة كانت لسه ما نشفتش يعني مية في المية جالي سؤال كده او مسؤال يعني جالي كومنت كده يا سورة انا نفسي اصحى بدري بس بنتي بتصهر هقولك تعملي ايه حاجة بسيطة جدا جدا هتيجي ساعة عشرة اول يوم كده الاول هتصحيها بدري هتيجي اليوم اللي احنا هنبدأ ننايم ايه بنتينا بدري هتعملي ايه ما هي اكيد اكيد هي مش نايمة عشان مسلا شايفة فوقان وصحيان يعني ما ينفعش انا مسلا هكون مه هيئة جو نوم وهي ما تنمش لأ هتعملي بقى هتطفي كل انوار الشقة وتسيبي نور هادي كده وبجورة في الاوضة او حاجة وكمان اي تيفي تقفل اه اي حاجة موبايل اي حاجة يعني تعرف فيه لها هيتقفل تماما هتهيئلها جو النوم وهتبدأ ان هي خلاص بقى يلا احنا هننام اه هي هتقولك لا مثلا او عايزة تلعب او تروح تاخد لعبة وهتجيب لها اه كوباية كده لبن او الببرونا بتاعتها لبن اللبن طبعا بيهدي الاعصاب هتشرب اللبن وهتعوض كده في المكان ده تبدأي تحكي لها كده حدوطة حدوطة بقى وقعية حدوطة خيالية تحكي لها عن نفسها وهي اشائية وما ينفعش نعمل كده يعني الدخلية معاك في المود ده يعني اراها انك ناية لو ما نامتش لأ هتنام 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 يعني لو انت عملت كده ابنتك هتنام بدري وهتبدأي ان انت الزباطي نومها لكن مفيش حاجة ابدا اسمها آآ لا انا ولادي بنامهم متأخر فبالتالي انا بدان معاهم متأخر فمش بقدر اصحة اخلص مهام بيتي لأ احنا يعني احنا اللي بمشي البيت انت لازم تحكمي ولادك في النقطة دي او تسيطري عليهم في النقطة دي اه فربنا يا ربي يعني يكرمنا جميعا اللهم امين في ولادنا ودايما كده نقدر ان احنا فعلا نخليهم عايشين حياة كده صحية وطبيعية لان عايز اقول لكم حاجة انهم بالليل يعني ساعة بالليل ولا الف ساعة الصبح بالليل طبعا ليه فوائد كتير قوي للمخ ولحاجات كتير لنموض العقل فحاول ان انت فعلا تنايمي بلادك بالليل بدري هنا بقى كان فيه ردة وكان فيه كده ايه معركة كده على الصفرة آآ غسلت كده غسلتها غسلت الصفرة كده بالسبونشة انا بحب ان اضافها الاول بصابون ولم الصابون خالص وبعد كده بعد ما لم الصابون والردة واي حاجة على الصفرة ببدأ ان انا اعمل ايه بقى بالجلانس اديها كده تلميع بالجلانس على خل بيكون تحفة جدا ما شاء الله كلم بقى معاكم النهاردة كل بنوطة بتسمعي او كل ام عندها حد بيذاكر وبنتها او ابنها عنده احباط او انت بتسمعيني في الجامعة في السنوية عامة في اعداد دي عندك احباط من المذاكرة مش عارفة تبدأ ازاي هقولك تعملي ايه اول حاجة هتحطي نفسك اهداف انت دلوقتي عايشة ليه بابا مسلا بيصرف عليكي ماما بتعملك حكتك طيب انت دلوقتي عايشة ليه عايشة اكيد لهدف اي واحد في الدنيا مش عايش كده ابدا كل واحد عايش لهدف ايه هدفك هدفي ان انا مثلا اذاكر واطلع ايا ياكم بقى الحاجة اللي انا احباها طيب اللي يمنعك خالص ان انت يعني تعادي تكتهدي في الحاجة دي لحد ما توصل لها اصل المذاكرة كتير لا مش حاجة اسمها كده في مقولة دايما كنت ماشية بيها يعني في سنوية عامة وفعلا في كل مذاكرتي لا تؤجل عمل اليوم الى الغد قلتي مش هذاكر النهار ده هذاكر بكرة اعرف ان انت كده هتكومي على نفسك هم وتل كده من مذاكرة وهتيجي بقى اتحقدي نفسك وتقولي هبدأ منين واعمل ايه لا انا كنت في سنوية عامة بخلص الدرس بتاعي واجري اول مروح احل الهومورك بتاعي وبعد كده قعد اراجع مراجعة سريعة سريعة وادخل انام وبعد كده بقى ابدأ اذاكر بقى مسلا انام يعني واصحة ع ساعة اتناشر تاني اواصحة الفجر على حسب الايام اه احلى وقت كان الفجر بصراحة اصلي واعود اذاكر بقى واحفظ الحاجة اللي انا اخدتها انجلش بقى اه اي مادة انا اخدتها انزب وقت ان انت الزاكر فيه طبعا ما تسح تصلي الفجر وتعودي تذاكر حد الساعة تسعة واشرة ده كان احلى وقت عندي انا كنت بعمل كده لو انا مش بروح للمدرسة لكن لو انا كنت بروح للمدرسة كنت باصحة الساعة تسعة واذاكر لحد الساعة اتناشر بالليل ونام احلى وقت طيب اه اكيد انت بتعود تقولي النفس دي طب انا هنذاكر ليه طب انا هعمل ايه لأ هتذاكر عشان نفسك مش هلقى اي حد في الدنيا هتنجحي عشان نفسك مش هشان اللي حواليكي هنا بقى بفرج السجادة الجديدة يا جماعة عايز اقول لكم يعني ما شاء الله جميلة جدا فعلا فعلا تنصيكي في الحاجة اتطلع كويس قوي قوي اه العميد تبقى بيضة في اه في دي وبعد كده السجادة ابيض في سود مغمقتش بل بالعكس وسعت خالص وسعت لي المكان اه خلت المكان جميل ما شاء الله اللهم بارك هقول لكم السجادة دي بكام ومنين وكل حاجة في الفيديو الجاي بازن الله ومصورة كده مقطع كده عند المحل اللي انا جبت منه بجد انا بصراحة مبسوطة ان انا يعني طلعت الحيطة مع الفارش حاجة كده فعلا فعلا روحة الاعصاب ما شاء الله والله مبارك عايزة اقول لك بقى لو انت ما بخرتيش قومي بخاري الشقة بقى ولازم يوم الجمعة بخاري ما تقطعيش حاجة زي كده خالص خالص يعني اه عايزة اقول لكم ان انا بحبكم والله جدا 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 طيب عندي بقى بنتي على طول كل ما يكون عندها امتحان بقى تبقى متوترة كده والانة وتاعية كمان وقت الامتحانات عايزة اقول لكم يعني اختي واحدة من الناس وقت الامتحانات دي يجلها سخونة وتتعب ليه بقى اي حد بيحصلوا الموقف ده ليه بصي هقول لك حاجة التوتر والقلق هو اللي بيعمل كده هو اللي بيعمل قلق قلق فاعصابي انا على طول دايما متوترة على طول بفكر هعمل ايه المادة دي هاعدي منها ولا لأ فعارفين بقى احلى حاجة واسلم حل انت تقولي ايه لأ ده طبيعي ان انا كن متوترة عشان مركزة زيادة عن اللزوم فبالتالي هتبقي هزئة وتبدأ ان انت فعلا تخلصي كل حاجة واحدة واحدة لحد ما يا ربنا يكرمك والامتحانات تعدي بسلام وتشوفي كمان النتيجة بتاعتك كده فكري في حلمك وفكري في مستقبلك وفكري في الحاجة اللي انت فيها عشان تقدري تحلي كويس قوي وحلمك كده يتحقق قدامك ده اهم حاجة لان احنا كلنا كده يعني انت مسؤولة عن حاجة وانا مسؤولة عن حاجة كل واحد مسؤول عن حاجة حين بقى اه كان عندي زرع كده ايكيا قلت بقى ايه انا هزبط كده الجزامة وهلمحها بالبلد وهبدأ ان انا قرص كده الحاجة وكان فيه بقى ايه البنات قبل ما ينزلوا المدرسة كانوا حاطين برفيوم وصابوها كده على الجزامة هاشي لكل الحاجة اللي ملهاش لازمة خالص. ببدأ بقى ان انا لب معها كده. بالبلدج عايزة اقول لكم الجزامة دي ما شاء الله جميلة. برضو عايزة انزلكم الفيديو. بتاع الجزامة وتركيب الجزامة. حطيت كده المفارش بقى نفس طبعا لون الكوشنز والستاير. وحطت عليها شمعتين. والشمعدان بتاع الشمع ده. وهحط كده الصينية فيها البخور. وهنا بقى شلت البرفيوم. كان فيه كزا حاجة كده. ما شابت بقى وكزا حاجة كده. بس كده قلت بقى الم مع كده الصينية بتاعت ايكيا. عايزة اقول لكم ان شاء الله حاجات ايكيا تحفة جدا. اه هي بتكون غالية شوية بس بصراحة. آآ لا انا عندي اجيب حاجة غالية احسن ما اروح اجيب حاجة كوبي. وآآ طبوز مني او تخرب فليه يعني. بس كده تمام. وهنا بقى قلت املك كده ده املاك حل. عشان عندي اي حد بيدخل من باب الشقة لازم يستخدم الكحل. غريب او قريبة. هو ما فيش حد غريب بيدخل بس. آآ اي حد بيجي من مدرسة ومن ولادي يعني. لازم يعقموا قديهم اول ما يدخلوا. وآآ يغيروا بقى هدومهم. ويبدأوا بقى ايه? يحطوا حاجاتهم مكانهم. وده بقى الشكل النهائي كده. للجزامة. ما شاء الله. قلت بقى ايه الم مع كده حوالين الجزامة. عشان افرش اخر حاجة على نظافة. وهواريكو بقى كده. ما شاء الله. كله عمل ازاي? حاجة كده الله اكبر عزمة. يعني انا فرحانة جدا من نتيجة. بس بقى بنفرش السجادة. بس كده تمام قوي. قولوا دي بقى في الكومنت ايه رأيكم بقى في وسجادة جديدة. حطيت كده وخلاص كده. فرشت كده برضو الصفرة. وده بقى الشكل النهائي بقى للرسبشن. هنا حطيت بقى كده حاجة ببسيطة كده سيمبل خالص على الترابيزة. بس كده. حاجة يا جماعة عزمة ما شاء الله. مع الشكل النهائي. بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة